نبدأ في أخبارنا ونبدأها مع السباحة مع منتخب السباحة اللي شارك في بطولة أفريقيا للناشئين اللي استضافتها مصر في استادة الكلية الحربية فاز بـ 62 ميدالية 13 ذهب 30 فضة 19 برونز منتخبنا خد في اليوم الأخير 17 ميدالية ذهبية و7 ميداليات فضية عفواً هي 17 ميدالية ميدالتين ذهبيتين و7 ميداليات فضية و8 ميداليات برونزية نتمنى من اتحاد السباحة رعاية المواهب اللي ظهرت في البطولة بشكل جميل ويا رب ما نشوفش أي مشاكل أي مشاكل تعطى اللعيبة دي في المستقبل منشوف أبطال أفريقيا وهم صغرين يجبروا يكون في مشاكل نتمنى ده ما يحصلش في تنس الطاولة عمر عصر لعب منتخب مصر لتنس الطاولة جالوا عرض من نادي بريمن الألماني بعد نتائجه الرائعة اللي حققها في الفترة الأخيرة مع مارسيليا الفرنسي عمر طبعا من اللعيبة المتميزة في مصر وأفريقيا وضمن أفضل أربعين لعب في التصنيف العالمي وكمان شارك في الأولمبياد اللي فاتت اللعب بيلعب دلوقتي في المرحلة الأخيرة من الدوري الفرنسي وبيقدم عروض هيلة مع فريقه طبعا عشان كده بريمن قدم ليه عرض آخر في الدراجات نادي طلاقة الجيش فاز بالمرحلة الرابعة من بطولة الجمهورية للدراجات اللي تلعبت في المنصورة وشارك فيها 27 نادي طلاقة الجيش كسب المركز الأول في مسابقة الفرق للرجال ونجي في المركز الثاني نادي المؤسسة العسكرية بالسويس وفي المركز التالي كان من نصيب نادي هيئة قناة السويس